في أكبر حدث ديبلوماسي في روسيا منذ غزوها لأوكرانيا يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتباراً من اليوم حوالي عشرين من قادة العالم لعقد القمة السنوية لبريكس وهو تحالف الدول الناشئة الذي يأمل الكريملين منه أن يشكل منافساً للغرب تأتي هذه القمة المنعقدة في قزان في الوقت الذي تحقق فيه موسكو مكاسب عسكرية في أوكرانيا وتعقد تحالفات وثيقة مع أكبر خصوم الولايات المتحدة الأمريكية الصين وإيران وكوريا الشمالية ومن بين الدول المشاركة دول عربية أيضاً انضمت العام الماضي لبريكس وهي الإمارات ومصر والسعودية فهل تشكل قمة بريكس تحدياً لسياسة العزلة التي ينتهجها الغرب ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا وهل تحولت بريكس لحلف سياسي أكثر منه تكتلاً اقتصادياً وما قدرة هذا التكتل على تشكيل عالم متعدد الأقطاب اقتصادياً وأيضاً سياسياً لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن دكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة لندن ومن موسكو السيد رامي القليوبي خبير في الشأن الروسي في المدرسة العليا للاقتصاد يهلا بكما وأبدأ معك سيد رامي وأنت في عين الحدث قمة تضم دول ذات اقتصاديات مختلفة وبوتين يقول إنها تمثل تحدياً للنظام الليبرالي الغربي هل هناك إجماع على هذا الهدف؟ في الواقع بريكس ليست منظمة بالمعن الحرف للكلمة حتى يكون فيها إجماعة وبريكس تتسم بدرجة عالية من المرونة وكل دولة لها مصالحها ولها علاقاتها المتطورة مع مختلف أقطاب العالم فإذا نظرنا مثلاً إلى الإمارات ومصر فلاهم علاقات متطورة مع الولايات المتحدة ومع أوروبا ومع روسيا ومع الصين أما السعودية التي تبحث حالياً عن إبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة ففعالياً لم تفعل شركتها أو عضويتها في بريكس ولم يهدر ولي الأهد السعودي محمد بن سلمان إلى كازان فبالتالي هذه ليست منظمة حتى يكون فيها إجماعة بل ربما هناك توافق في الرؤى في مسألة ضرورة وضع بدائل للمنظومة المالية الغربية التي تتحكم فيها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي أو منظومة سويفت لكن بريكس أنشأت بنك التنمية الجديد في عام 2014 وهذا مثلاً قد يتيح للدول تعاني من أزمات اقتصادية كمصر الحصول على كروض مياصرة الفوائد بالنسبة إلى الدول الفرية كالإمارات قد يكون ملازاً لاستثماراتها الخارجية البديلة فبالتالي لا ينبغي أن ننفر إلى بريكس على أنه تكتل أو تحالف بل هو مجموعة أو ربما أقرب إلى نادي الكبار له هدف واحد أو رؤية واحدة كما قلت وليس بالضرورة أن يتفق على هدف واحد ومن بين هذه الرؤية دكتور قلوون كسر عزلة روسيا أليس كذلك يعني عشرون من قادة العالم في ضيافة بوتين وحضور عالمي ثقيل لعدد كبير من دول العالم هل فعلاً نجح بوتين في كسر العزلة الدولية التي حاول الغرب أن يفرضها عليه؟ أنا أقول نعم وأضيف على الأستاذ زرامي أستاذ أمل بأنها تذكرني بمنظمة عدم الانحياز التي كانت في الخمسينات والستينات تريد تغيير المفاهيم في فترة التحرر من الاستعمار والاستقلال حققت بعض أهدافها لكنها لم تكن منظمة اقتصادية كانت في تغيير المفاهيم ولها نجومها ناصر عبد الناصر سوكارنو ونهرو الآن لا أرى مودي اليميني هو نجم لكن أقول بوتين ربما ينجح الآن في كسر العزلة الغربية وينتظر نجوماً أخرى لتنضم إليه بالطبع الرئيس الصيني الذي عنده 70% من مجمل النتج المحلي لمجموعة البريكس هو النجم الأول من ناحية الاقتصادية فإذا كان بعد تغيير المفاهيم سياسياً تقوم بمحاولة موازنة الهيمنة الغربية اقتصادياً ربما تنجح بعض الشيء هناك محاولات خجولة أقول في بداء للمقايضة في الأمور الاقتصادية وغيرها ثلاثة العنصر مجابهة الغرب سيتأخر كثيراً لتباين الرؤى في هذا الأمر الهند والصين لا يتفقون على أي موضوع مثلاً مصر وأسيوبيا عندهم صراع وبالتالي صراع على المصادر الطبيعية إذن المفاهيم أولاً التعاون الاقتصادي ثانياً المناجزة عمل الغرب تتأخر لكن هذا الأمر خطر فيما الرئيس بوتين حكمت عليه منظمة المحكمة الجنائية الدولية الآن هو يصديف زعماء العالم وبالتالي هم درسوا هذا الأمر وتجاهلوه فيما بالمقابل نتانياهو عندهم وذكرت الابتقال من نفس المنظومة أو المحكمة فتحت له أبواب الكونغرس ضمن إجماع لضرب المحكمة إذن إزواجية المعايير عند الطرفين أقول هو يولد الآن ما نقول الكتلة السالسة لعدم الانحياز وهي مشكلة خطيرة عند العالم الغربي الذي ينتظر الانتخابات الأمريكية سنأتي على هذه النقطة أي تحدي تشكله هذه المجموعة بالنسبة للغرب ولكن أتيت دكتور قلوون على نقطة بغاية الأهمية أريد أن أنقلها لضيفنا من روسيا التعاون الاقتصادي إذ أن العديد من هذه الدول سيد قليوبي لديها رغبة في الانضمام إلى بريكس لكن اقتصادها ليس قويا ولا يوجد لديها فعلا ما تقدمه هل انضمامها إلى هذا التكتل سيعززه أم بالعكس سيضعفه أنا لا أعتقد أنه ستكون هناك أي صلة مباشرة بين حالة الاقتصاد وانضمام إلى بريكس لأن هناك مرونة علي في المنظمة والأطراف المنظمة لا تتحمل أي التزامات تجاه بعضها البعض وحتى التمويل عبر البنك الجديد التابع لبريكس ليس إلزاميا لكن ما يعزز اقتصادات الدول التي تنضم إلى بريكس هو زيادة فكة المستثمرين عندما تصبح دولة مثل مصر أو إفيوبيا أو إيران في نفس المنظمة أو في نفس المجموعة مع الدول الكبرى مثل روسيا والصين والهند التي تعد من ضمن أكبر أربع اقتصادات على مستوى العالم من جه التكافؤ الكرل والشرائية إلى جانب الولايات المتحدة فهذا يعزز وضع الدول الأعضاء الجدد كذلك الحال مثلا مع تركيا التي من المنتظر أن تنضم إلى بريكس قريبا فتركيا هي فعليا جسر بين أوروبا وآسيا ووجودها في بريكس هيعزز مكانتها كهذا الجسر وكذلك سيتيح لها فرصة المناورة وإظهار أنها تتبنى السياسات مستقلة أمام النيتو والغرب وبالتالي هناك كذلك اختلاف وتباين مواقف داخل بريكس فمثلا الهند كانت حتى اللحظة الأخيرة تصر على اعتماد المعايير الاقتصادية لكبول أعضاء جدد ولكن يبدو أنه في كيمة جوهانس بورغ في العام الماضي انتصر المعسكر الآخر الذي قرر أن يضفي بعدا سياسيا على المجموعة وقرر أن يشرك فيها دول التي كانت محسوبة تاريخيا على الطيار الدعم والشريك للولايات المتحدة مثل مصر والسعودية والإمارات سندخل في عمق هذا النقاش ما يخص الدول العربية سيد رامي ولكن ذكرت عدة نقاط مهمة وأريد أيضا العودة إلى ما قاله الدكتور قلوون بشأن التحدي الذي يمكن أن تمثله هذه الكتلة أو هذا التكتل للغرب دكتور قلوون هناك اهتمام متزايد كما يتحدث سيد قليوبي من جانب العديد من البلدان بأن تصبح حضوا في بريكس هل يتعين إذن على الغرب أن يخشى ظهور خصم في غاية القوة؟ أنا أقول هناك قلق غربي وهنا في لندن كذلك من قوة البريكس المستقبلية وأول تحدي أن أمريكا قالت للندن بمعنى أن الحكومة الجديدة العمالية بأن هناك حدود للتعاون مع الصين لأن الصين عندها الرأسمال كانت شركة في شركات طاقة نووية هنا هينكلي بوينت مثلا أضطرت للانسحاب وبالتالي إذا كانت أمريكا تريد حرب تجارية مع الصين هذا يفيد الصين بأنها حلفاء كبار بمعنى زيادة الحلفاء عبر البريكس سيضعهم لا أقول في المواجهة لكن سيجعل الغرب وخصوصا واشنطن تعيد النظر بأن قوانينها والخزانة الأمريكية ووزارة العدل لن تكون ذات فعالية كبيرة إذا تجاهلت هذا الأمر هذا رقم واحد اثنين بأن الغرب هو برأيي يقامر أو يغامر بأن لن يحصل هناك اتفاق اقتصادي يعني عميق ما بين الهند والصين هم يتنفسون بكل شيء وبالتالي نجاح بوتين بأن يجمعهم عبر الزعيمين بأن يكون في كازان هي يعني لها رمأة والأستاذ القليوبي يعرف هذا الأمر كازان يعني في وسط آسيا يعني عاصمة ثالثة لروسية بعد موسكو وصان بيترسبرغ يعني وسط آسيا التركي التركوماني التركيك وبالتالي انفتاح لوصول الهند والصين إذن الأمر الرمزي له أعمية كبيرة لكن قضية الغرب كما قلت هو متضادع الآن ما بين ضغط واشنطن وبالتالي هل تقطع بمعنى لندن علاقاتها مع الصين أشك بهذا الأمر اثنين هناك موجة هجرة هندية الآن لبريطانيا وغيرها بمعنى الهند تريد تصدير النخبة الهندية في التكنولوجيا وغيرها ورأينا النخبة الهندية في أمريكا وصلت إلى مراكز صنع القرار وكذلك في بريطانيا فهل تريد أن تضحي بهذا الأمر؟ أنا برأيي تأثير الهند والبرازيل هو تأثير معتدل يغلى بالنحية الاقتصادية النفعية وليس الناحية الأيدولوجية حتى لو أرادت موسكو هذا الأمر أو بكين حتى بكين تريد الكسب لكن بحال المجابعة مع الغرب ستكون لبريكس هي الواجهة أريد أن أحييلك أيضا إلى التصريحات التي سمعناها من بريكس حيث كان يخشى فعلا أن القوتين الثقلتين كما تحدث الصين والهند قد يعيقوا كل منهما الآخر لكن أعلان الصين اليوم بأنها توصلت إلى اتفاق مع الهند بشأن تخفيف حدة التوتر على الحدود بين البلدين إلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك نصرا ديبلوماسيا لبوتين كما كنت تتحدث بمجرد أنه استطاع أن يجمعهما وإلى أي مدى يمكن فعلا أن يقلق الغرب من أن هذه القوى ستتحد فعلا لمواجهتها على الأقل اقتصاديا وأنا أقول للمرشحين دول عربية وإسلامية من ناحية أن القوانين الغربية والنظام الدولي الذي أسس بعد الحرب العالمية الثانية أصبح الآن في تعريف في هولندا في بريطانيا وحتى في أمريكا بمعنى كيفية ما هو مفهوم التنمية ما هو مفهوم مكافحة الإرهاب بمعنى تعاد التعريف لإخراج منها حلفاء الغرب المتهمين في قضايا معينة الصراعات سواء في أوكرانيا أو حتى في الشرق الأوسط إذن برأي العجز الغربي عن مودوات جرح قطاع غزة والآن لبنان وسط يعني لا أقول عجز بهذا الأمر وربما خلاف أمريكي أوروبي حول هذا الأمر لأن فرنسا وألمانيا تريد التسوية لكن لبنانيا في أمريكا لا يريد هذا الأمر إذن هذا أبريكس تلعب بهذا الوقت الضائع وبالتالي بوتين استطاع أن يستثمر هذا الرأي العام في تركيا في الدول العربية وكما قلت الرأي العام هو مهم لا أحد يريد في الدول العربية أن يحالف إيران ضد الغرب لكن وجود إيران والإمارات وتركيا وغيرها في منتدى هو يضاعف مشاكل الغرب الإنسانية والثقافية وحتى التمدد الغربي لنقل الإيجابي التنموي بما أنك أتيت على ذكر الدول العربية أنت وأيضا السيد قليوبي شاهد تكتل بريكس العام الماضي توسعا مع انضمام ست دول وأعلان دول أخرى عن رغبتها بالانضمام ومن بين الدول المنضمة حديثا دول عربية التقرير التالي ومن ثم نعود لنقاش الشريق معكم ضيفين لن تكفي القاعة التي استضافت اجتماع مجموعة لبريكس العام الماضي أعضاء المجموعة هذا العام إلس تحضر قمة التكتل الحالية في روسيا خمس دول جديدة بينها ثلاث دول عربية الإمارات السعودية ومصر فلماذا تريد هذه الدول الانضمام لمجموعة بريكس؟ مطلع العام 2024 أصبحت الإمارات رسميا عضوا في المجموعة هدفة من هذا الانضمام إلى شركة دولية جديدة لتعزيز التجارة الثمنائية عبر العديد من المناطق سيفتح هذا الفرص أمام وصول أبوظبي للأسواق الكبيرة والسريعة النمو في المجموعة وسيمكنها من الحصول على الموارد المالية والمعرفة التكنولوجية لتعزيز تنميتها الاقتصادية مع التركيز على تعزيز تحالفها مع الصين والهند أكبر شركين تجاريين لها وبينما تدرك أبوظبي أهمية الحفاظ على علاقتها مع واشنطن تستكشف في الوقت نفسه سبلا جديدة للتعاون والمشاركة مع دول البريكس ما يسمح لها بمتابعة مصالحها بشكل أكثر فعالية للحصول على دور أكبر على الساحة العالمية بالنسبة للقاهرة فإن الوجود ضمن بريكس يعني تأثيراً اقتصادياً جيداً للدولات المثقلة بالديون والتي تمر بأزمة اقتصادية عميقة تعتبر مصر الانضمام للمجموعة فرصة لتلبية احتياجاتها التمويلية ويعني الانضمام لبنك التنمية التابع للبريكس كروداً دون فرض سياسات تقشف أو مطالب ديمقراطية وتأمل القاهرة كذلك في الحصول على دعم سياسي أكبر وموافقة من الدول الأعضاء بالبريكس في الصراعات الإقليمية مثل ليبيا والسودان ودول النيل لم تحسم السعودية مسألة انضمامها رسمياً بعد نظراً لكون الرياض تتجنب اتخاذ خطوات قد تثير التوتر في العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة رغم ذلك فأن الرياض تعتبر الانضمام لبريكس قناة مفيدة ومهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي إذ أن هذا الانضمام إذا ما تم رسمياً يعني سوقاً مفتوحاً أمام المملكة يضم 45% من سكان العالم و28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفرصاً اقتصادية جديدة لتنوع اقتصاد المملكة والاستعداد الاقتصاد ما بعد النفط بينما سيمكن السعودية من إعادة ضبط علاقاتها الاقتصادية وتوازناتها بين أمريكا والصين أما سياسياً فقد تلعب المجموعة دوراً بتنشيط التقارب بين الرياضي وطهران فهل يمكن تحقيق هذه الأهداف دون المساس بعلاقة هذه الدول مع الغرب؟ سيد رامي هذه الدول العربية تستفيد الكثير بانضمامها لبريكس كما يعني فند التقرير لكن ما الذي تضيفه هذه الدول العربية للتكتل نفسه؟ في الواقع هذه الدول العربية هي تضيف سكلها أيضاً لأننا إذا نظرنا إلى هذه الدول العربية الثلاث فمصر هي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ووفق تقرير الأمم المتحدة ستكون من بين أكثر دول العالم مساهمة في زيادة عدد سكان العالم في النصف الأول من الكرن الواحد والعشرين أما السعودية فهي أكبر منتج للنفط على مستوى العالم إلى جانب روسيا والولايات المتحدة أما الإمارات فيزداد دورها وسكلها السياسي في السنوات الأخيرة سواء في مجال الاقتصاد كونها من وجهات الترانزيت والسياحة الرائدة في المنطقة ودولة رائدة في إنتاج النفط ومجال الطاقة وفي علية أبك بلاس بالإضافة إلى زيادة سكلها السياسي بعد أن أثبتت نفسها كوسيط فعال ومحيد بين روسيا وأوكرانيا وهناك صفقات تبادل أسرى كثيرة نجحة أجريت بوساطة إماراتية وفعاليا أثناء محادثته مع بوتين في موسكو قبل التوجه إلى كازان أكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد على استعداد بلاده لمباصلة هذه الوساطة كذلك مثلا في الوساطة بين روسيا والولايات المتحدة في نهاية عام 2022 أدت أبو ظابي دورا محوريا في صفق التبادل السجناء شهدت تسليم رجل الأعمال الروسي فيكتر بوت الملقب تاجر الموت لأنه كان مدان في الولايات المتحدة بتهمة تجارة السلاح فتم تسليمه لروسيا في مطار أبو ظابي وليس في أي مكان آخر فبالتالي الآن عندما ستحدثوا هذه الدول العربية مع روسيا والصين في منصة مثل بريكس من دون أفن غربية تنصت إليهم فهذا يزيد مرة أخرى من احتمال أداء هذه الدول مزيد من الوساطات بين الشرق والغرب دكتور قلوون هل ينظر الغرب إلى ذلك بهذه الصور التي رسمها سيد القليوبي يعني بمعنى آخر كيف يمكن لمصر والإمارات والسعودية تحقيق هذا التوازن ما بين انضمامها لبريكس الذي يصف نفسه أو على الأقل يصفه بعض أعضاؤه بأنه حلف يعني مواجه للغرب مناهض للغرب حتى وما بين الحفاظ على علاقاتها مع الدول الغربية ولسيما فيما يخص الشركات الاقتصادية وحتى السياسية لنتفق أن مجموعة البريكس حتى الضيوف يعني الجدد ومنهم العرب هم اقتصاديات نامية صاعدة وبالتالي تريد تنمية سريعة للحاق بالغرب هل الغرب ساعد في بعض مثل مصر الآن عندها مشاكل مع صندوق النقد الدولي بمعنى هناك إصلاحات مطلوبة طبق البعض لم يطبق الآخر وبالتالي ترى هذه الدول كما حصل في الحرب الباردة لمحاولة تأخذ الجوائز من الطرفين لكن أنا أزيد بأن الاستقطاب أحيانا يصل لمرحلة التهديد وعندي مؤخرا مقابلة رئيس الوزراء البريطاني مع إيريك شميت هنا في قمة لندن للاستثمار منذ أسبوع وبالتالي قال له يجب أن تختاروا يعني تكونوا واضحين مع الصين الصين يعني لبريكس هذا دفع أمريكي لدول أوروبا الغربية للقول يجب أن تختاروا الصين هي لنقول منافس إن لم تكن عدو في المدى الطويل هذا أول تحدي اثنين بأن هناك أطر للتعاون أوصلت بعض الدول العربية لبريكس أخص بالذكر أوبيك بلاس التي نجحت الآن في آخر خمس سنوات لكي تقوم ب لنقول تجنب تحدي الولايات المتحدة حتى أن الرئيس بايدن اتهم لوبي النفط الأمريكي بالتنسيق مع الأوبيك بلاس لرفع الأسعار أحياناً وزيارة الأرباح إذن هناك نوع من التقاء مصالح ثلاثة عندي قوة رمزية هائلة لحضور ولي العهد السعودي للقمة الخليجية يعني الأوروبية في بروكسل منذ عدة أيام وهذا الأمر بالطبع أعطاها ثقل سياسي لقاه مع ماكرون ولحظته لندن بكل اهتمام بأن قمة لندن لا يكون فيها حضور سياسي بمعنى خارجي حضور سعودي على منصب ياسر الرميان وخليجي كذلك لكن لا يكون لها بعد سياسي سوى اهتمام ستارمر بتأمين ميزانية تكون جيدة وتأمين ربما ستين بليون استثمارات إذن حتى بريطانيا القوى الصناعية التي لها تاريخ عريق تريد استثمارات صينية عربية وغيرها فيما أوروبا تحتاج كذلك وللعهد يغيب عن بريكس والسعودية لم تقرر بعد لم تنتهي من الاتفاق على التفاصيل وهنا ربما سؤال لك سيد قليبي سأعطيك الفرصة للتعقيب ولكن هنا السؤال بما أنك طرحت مسألة السعودية سيد قليبي ما الذي يعرق الانضمام السعودية رسميا لبريكس هل هناك خشية سياسية ربما ما الذي يقال في موسكو حول هذا الموضوع يعني الرواية الرئيسية السائدة بين المحللين السياسيين الروس تقول أن السعودية حريصة على إتمام إبرام اتفاقية دفاعية وأمنية مع الولايات المتحدة وكذلك تسعى لعدم إزعاج الولايات المتحدة وواشنطن بالمناسبة منزعج من الرياض بسبب عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل ولكن الرياض لا يمكنها تطبيع العلاقات مع إسرائيل على ضوء الوضع الرهن في قطاع غزة وطالما لم تنتهي الحرب فبالتالي الرياض لا تريد أن تضيف نقطة أخرى ستزيج واشنطن إذا فعلت عضويتها في بريكس فبالتالي أعتقد أن هناك تفهوما ضمنيا بين روسيا والرياض أن الرياض انضمت إسميا إلى بريكس صحيح أنها لم تفعل عضويتها ولكن الحوار مع روسيا مستمر وفي النهاية العام الماضي زار بوتين الإمارات والسعودية وحظي باستقبال مهيب في البلدين لسيما في الإمارات فبالتالي هذا الحوار مستمر من دون إزعاج واشنطن كذلك نلاحظ أن الدول العربية في أحيان كثيرة تصوت على قرارات تندد بالتدخل الروسي في أوكرانيا ولكن فعليا هذا التصويت لا يغير شيئا على أرض الواقع لأن هذه الدول لم تنضم إلى أي عقوبات ضد روسيا فبالتالي أعتقد أن موسكو متفهمة لهذا الموقف وعشية قمة بريكس بوتين كان وضح في تصريحاته إن قال إن بريكس هي مجموعة غير غربية ولكنها ليست مجموعة معادية للغرب وروسيا أكدت مرارا أن صداقتها مع أي دولة ليست مباجهة ضد مصالة هذه الدولة مع أي دولة أخرى ولكن ليس هذا ما يرسم حول هذه القمة سيد قليوبي هذه الدجة الإعلامية التي تأخذها الحديث في كل الصحف معظم الصحف حول العالم عن أن بوتين يريد كسر العزلة التي حاول الغرب وضعه فيها وهو كما قال ضيفي دكتور قلوون وهنا السؤال لك دكتور قلوون ربما هو نجح في ذلك إلى حد كبير كما قلت هذه الهالة التي تحيط بهذه القمة وهي في الأساس من المفترض أن تكون تكتلا اقتصاديا مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأيضا مجموعة العشرين مجموعة ذات توجهات اقتصادية أكبر هل أصبحت اليوم دول بريكس فعليا تشكل نادي سياسي إن صح التعبير وليس فقط نادي اقتصادي هناك تجزبات في الأمر روسيا تريدها نادي سياسي ونحن نعلم أن روسيا لم تكن في مجموعة عدم الإرحياز لكنها اتهمت غربيا وأمريكيا بأنها تقوم بالتغريد مع روسيا بهذا الأمر يعني أفادت الشيوعية العالمية بذلك الوقت لتبيان عورات الاستعمار الغربي لدور كثيرة في أفريقيا وأسيا هذا أول تحدي اثنين بالنسبة لنعم روسيا لكن أنا قلت الهند تريد تنمية اقتصادية البرازيل تريد ذلك الصين تريد الشراكة مع الغرب رخاء الصين معتمد على الغرب بشكل أساسي بمعنى الأسواق التعاون الصناعي وغيره والعلوم الجماعات الغربية عند 120 ألف طالب صيني في بريطانيا لوحدها ما بين سنوي وما بين جامعي وبالتالي لا تريد الصين 70% من البريكس أن تذهب الحرب التجارية كثيرا لكن لو جاء ترامب وفرضها عليها تريد القول سياسيا واقتصاديا أنا قمت بعلاقات كبيرة حتى مع السعودية التي الصين رعت نوع من يعني ديتونت تعايش إيراني سعودي في آخر عامين لمنع الصراع بينهما وبالتالي هناك نوع من لنا قليات صينية قوية تعدل أو تعادل اليد الروسية السياسية وهذا الأمر يفيد جميع الأطراف طب هنا نقطة ولو سريعا دكتور قلون ماذا عن تركيا يعني هل لديها أيضا هذه المقاربة وهي العضو في الناتو وهي يعني أبدت رغبتها بالانضمام لبريكس كيف ستوازن وهل لديها هذه المقاربة لبراجماتية إن صح التعبير أنا جزء من الناتو ولكن أيضا يمكنني أن أغرض خارج السرب أحيانا بالحاجات الاستراتيجية خصوصا بعد أوكرانيا ودخول تركيا كوسيط استطاعت لحد الآن أن تكسب من الطرفين اقتصادية من موسكو عبر اتفاقيات الحبوب في البحر الأسود وكذلك مع الغرب للقول أن خصوصا سياسات الرئيس أردوغان الاقتصادية تراجعت كثيرا إلى الاقتصاد التقليدي بمعنى التعامل مع أمور محظورة صندوق نقد الدولي بطريقة غير مباشرة تعيين البنك المركزي وبالتالي الأسواق الرئاسمالية الغربية نوع من أعطت بعض السقة الآن لتركيا لا يريد أن يحطمها بهذا الإطار لكن بالمقام الأخير إذا كانت التنمية الاقتصادية هي الأساس فبالتالي هذا ما يجزب مصر ما يجزب دول أخرى إثيوبيا وغيرها لكانها أسواق كبرى الصين كسبتها بشكل سابق لكن هذه الدول لا تريد المناجزة مع الغرب لكن إذا فرض عليها إذا جاء الرئيس ترامب بالطبع هو تحدي لأوروبا لصناع القرار ونقطة أخيرة يجب أن أقولها أن الشيخ محمد بن زايد كان مؤخرا في زيارة رسمية في واشنطن والآن هو في كازان مع الرئيس بوتين يعني ماذا تريدين أوضح من هذا الأمر كأنه وسيط دولي ما بين الطرفين يعطي وزن للإمارات فهذا الأمر الإمارات والسعودية ومصر تعطي برأيي تختصر بشكل الآن في أزمات دولية وزيارات برينكين الفاشلة للمنطقة الآن هو موجود في المنطقة العربية لم تؤدي إلى الصفر نجاح دبلوماسي وبالتالي أثر على أمم المتحدة على مجلس الأمن بسبب الصراع الدولي وبالتالي أي بارقة أمل سواء اقتصادية أو فلسفية اجتماعية برأي هي نوع من جرس إنذار لعواصم الغرب للقول تعالوا إلى طورة المفاوضات ولا لزوم لإرسال القنابل سواء من طرف روسية للسوريا ولأوكرانيا أو طرف الغرب لإسرائيل لأن تنمية هذا الأساس وبرأيي هذا ما هو في عقل الشيخ محمد بن زايد والأميرة محمد بن سلمان والرئيس السيسي كذلك واضح سيد القليوبي إلى أي مدى تراهن برأيك هذه الدول ولسي مع الدول العربية أن روسيا ستكون هذه المظلة التي تساعدها على النمو الاقتصادي وهي دولة غارقة في العقوبات أساسا يعني هي وإيران إذا استثنينا الصين والهند القوتين الاقتصاديتين لكن إيران وروسيا والتين هما أساس في هذا التكتل تعانيان اقتصاديا وتخضعان لعقوبات غربية ما الذي يمكن أن يقدمه بريكس إذن بهذه الدول ما لم يستطع الغرب تقديمه لها بخصوص إيران صحيح إيران حضعت لفترة طولة لعقوبات غربية ودولية صدقت عليها روسيا بالمناسبة على خلفية البرنامج النووي الإيراني لكن روسيا لم تغضع يوما لأي عقوبات دولية لأن العقوبات الدولية لا بد أن تمر عبر مجلس الأمن حيث تصطدم حتما بالموقف الروسي أو الصيني فبالتالي نحن نتحدث كما فكرت عن عقوبات غربية أحدية الجانب وبالتالي طالما هذه العقوبات حدية الجانب هي غير ملزمة على أي طرف آخر فمثلا طوال هذه السنوات أو عمانيا ونصف العام منذ بدء الحرب في أوكرانيا شركات الطيران العربية والخليجية تواصل رحلتها بكسافة إلى المطارات الروسية وهذا لا يعرضها لأي عقوبات كذلك هناك شراكة حتى بين روسيا وبعض الدول الأوروبية مثل النمسا التي تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تفوق 90% وتخشى من انتهاء عقد الترانزيت الأوكراني فعن أي عزلة دولية نتحدث وأعتقد أن فترة حرب أوكرانيا أثبتت أنه عندما يجري الحديث عن قوة اقتصادية كبرى كروسيا فلا يمكن شطبها من الخريطة الاقتصادية العالمية بينما كان الغرب يستند في سياسات العقوبات إلى تجارب شطب كوريا الشمالية والسوريا واراك صدام حسين وليبيا العقيد معمر القزافي وحتى إيران من الخريطة الاقتصادية العالمية ولكن هذه السياسات لم تنجح مع روسيا فالدولة الغربية أو عفوا العربية عفوا ترى ذلك وتسعى لتنويع شركاتها الخارجية حتى لا تكون راهنة لشركة مع الولايات المتحدة وحدها طيب سؤال أخير لك دكتور قلوون يعني اقتصادي بحث إنشاء نظام دفاع جديد يطرح بدينا لشبكة سوفت هذا ما يريد إنشاؤه تجمع أو تكتل بريكس هل يمكن لروسيا ودول بريكس خلق نظام بديل أو منافس حقيقة لنظام سوفت ولو على عوجالة لقد حاولوا منذ 2014 ولم يحصل حصلت اتفاقات سنائية حتى السعودية والإمارات تبادل مقايضة بالعملات المحلية وهذا أمر جيد لكن الطريق طويل لاستبدال دولار 90% من التعاملات الدولية ويد الخزانة الأمريكية ووزارة العدل هي تطال كل العالم لكن الآن أقول في بريكس الصوت الأقوى هو لصوت الهند وصوت الصين لطلب الرئيس الروسي كي يحصل وقف اطلاق نار في أوكرانيا لأن أوروبا تريد ذلك وهناك نوع من يعني لنقول ضعف غربي أو ترحه الغربي بأن وقف اطلاق النار في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا هو الباب المهم لإعادة سبل الحوار برأيه حتى لا تتضرب هذه الكتلة الاقتصادية وبالتالي يعاني العالم أكثر نعم شكرا لك دكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة لندن ومن موسكو كان معنا سيد رامي القليوبي خبير في الشأن الروسي في المدرسة العليا للاقتصاد شكرا لك كان هذا يعني الجزء الأول من المسائية مشاهدين ابقوا معنا فاصل وننتقل لموضوع العلاقات القطرية والألمانية ابقوا معنا